اشتركوا في القناة في اواخر العصر الجاهلي حدثت قصة من ارواع قصص نساء العرب امرأة استطاعت بذكائها ورجاحة عقلها ان تحقن دماء العرب وتنهي حربا ضروسا بينهم ذات يوم قال الحارث بن عوف وهو من كبار سادات العرب في الجاهلية لصاحبه خارجة ابن سنان اتراني اخطب الى احد فيردني فقال له نعم قال ومن ذاك قال انه اوسن بن حارثة الطائي فركب حتى اتيا اوسن في بلاده فوجداه في فناء منزله فلما رأى الحارث بن عوف قال مرحبا بك يا حارث ما جاء بك قال جئتك خاطبة فرد عليه رافضة فانصرف الحارث بن عوف ولم يكلمه ودخل اوسن على امرأته غاضبة وكانت من قبيلة عبس فغضبت زوجته لاستقباله الحارث بن عوف ذلك لاستقبال البارد ووبخته لرفضه سيدا من سادات العرب وقالت اذا لم تزوج سيد العرب فمن تزوج قال قد كان ذلك قالت فاذهب اليه وارجعه قال وكيف وقد فرط مني ما فرط اليه قالت تقول له لقيتني وكنت غاضبا من امر فلذلك رددت عليك بما رددت فارجع معي ولك عندي ما يسرك فانطلق وراءهما فرجع معه الحارث مسرورة وكان لأوسن ثلاث بنات فدع ابنته الكبرى وقال لها يا بني هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب قد جاءني خاطبة وقد اردت ان ازوجك منه فما تقولين قالت لا تفعل قال ولما قالت لان في خلقي رداء وفي لساني حدة وليس ابن عمي فيرعى رحمي وليس بجارك في البلد فيستحي منك ولا امن ان يرى مني ما يكره فيطلقني فتكون سبة علي قال قومي بارك الله فيك ودعا الوسطى فقال لها مثل اختها فاجابته بمثل جوابها فقال لها قومي بارك الله فيك فدعا ابو هيسة وكانت صغرى فقال لها كما قال لاختيها فقالت انت وذاك فقال اني قد عرضت ذلك على اختيك فردت بكذا وكذا فقالت لكني والله الجميلة وجها الصناع يدا الرفيعة خلقا الحسيبة ابا فانطلقني فلا اخلف الله عليه فقال بارك الله فيك فخرج للحارث ابن عوف وقال قد زوجتك ابو هيسة فقال قد قبلت فامر امها ان تهيئها وامر ان يضرب لهم خباء فضرب فانزل فيه الحارث ابن عوف فلما تهيئت العروس بعث بها اليه فلما ادخلت اليه ومد يده اليها قالت ابو هيسة كف عني اعند ابي واخوتي والله لا يكون هذا فامر الحارث بالراحلة فارتحلوا وفي اثناء الطريق اراد ان يدخل بها فقالت اتفعل بي كما يفعل بالجارية الجليبة او السبية الاخيذة لا والله حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتفعل معي ما يفعل مثلك لمثلي فرحلوا لديارهم فلما وصلوا نحر الجزر ودعا العرب ثم دخل عليها الحارث يريدها فقالت والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا اراه فيك قال وكيف قالت اتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها وذلك في ايام حرب قبيلتي عبس وذيبان داحس والغبراء قال فما تقولين قالت اخرج الى هؤلاء القوم فاصلح بينهم ثم ارجع الى اهلك فلن يفوتك ما تريد فخرج الى صاحبه ابن سنان فاخبره بما قالت فقال والله اني لأرى همة وعقلة ولقد قالت قولة فخرج حتى اتي القوم المتحاربين فسعوا بينهم بالصلح فاصطلحوا وحملوا عنهم الديات فكانت ثلاثة الاف بعير على ثلاث سنين وانصرفوا باجمل الذكر وهكذا حقنت بوهيسة بن تؤوس الدم العربي وسطرت برجاحة عقلها قصة من روائع قصص المرأة العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة